بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم نلتقي مع حل أنشطة الأضواء على النص المعلوماتي أنا ذكي للصف السادس الابتلائي النشاط الأول اقرأ ثم أجب أنا ذكي وأنت ذكي وجميعنا أذكياء فقد ميز الله الإنسان عن غيره من المخلوقات بالعقل ووهبه قدرات ومهارات تختلف من شخص لآخرة وهذا ما يسمى الذكاء ولكل من العديد من الذكاءات والقدرات وقسمها العالم هاورد جاردنر إلى عدة ذكاءات أسماها نظرية الذكاءات المتعددة هذه الذكاءات توجد جميعها داخل كل إنسان منها ولكن قد يزيد ذكاء على ذكاء وكلها قابلة للتطوير طيلة الحياة تبعا لرغبة الشخص وإيمانه بقدراته اختر الإجابة الصحيحة معنى ذكي أي سريع الفهم الذكاء هو سرعة الفهم مضاد تختلف عكس الاختلاف هو التشابه التشابه وأيضا الاتفاق بإذن تختلف المضاد تتشابه أو تتفق بعد ذلك يقول مفرد المخلوقات المخلوق ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة خلق الله البشر كلهم أذكياء نعم إجابة صحيحة لأنه قال وجميعنا أذكياء ذكاء الإنسان غير قابل للتطوير خطأ بل هو قابل للتطوير كلها يعني كل أنواع الذكاء قابلة للتطوير من صاحب نظرية الذكاءات المتعددة إنه العالم هاورد جاردينر لست ذكيا ما رأيك في هذه المقولة طبعا هي خطأ لماذا؟ لأن الله خلق جميع البشر أذكياء ولكن أشكال الذكاء تختلف من شخص لآخر بإذن نقول أنها خطأ لماذا؟ لأن البشر كلهم أذكياء ولكن تختلف أشكال الذكاء من شخص لآخر من شخص لآخر ولكن على هذا الشخص أن يبحث عن شكل الذكاء الخاص به وأن يعني يعمل عليه ويطوره استخرج من الفقرة ثلاثة أسماء نكرة ثلاثة أسماء نكرة وكما عرفنا من قبل الاسم النكرة هو اسم يدل على مسمى غير محدد أو غير معين وهي الأسماء النكرة بخلاف الأسماء للمعرفة أي شيء غير المعارف هو نكرة يعني مثلا نقول كلمة ذكي كلمة ذكي نكرة كلمة ذكي إنما هو يريد بعد ذلك سلاسة أسماء معرفة إنما أنا معرفة لماذا أنا معرفة؟ لأنها من الضمائر طيب وأنت ذكي وجميعنا أذكياء كلمة أذكياء أيضا نكرة فقد ميز الله الإنسان طبعا كلمة الله معرفة من الأعلام معلم والإنسان كلمة الإنسان أيضا إنها معرف اسم معرف بأل هذه معارف طيب عن غيره من المخلوقات كلمة المخلوقات معرفة بالعقل وهبه قدرات كلمة قدرات نكرة وكلمة مهارات قدرات وكلمة مهارات أيضا نكرة تختلف من شخص تختلف من شخص بهذه هذه نكرات أيضا كلمة الذكاء معرفة وهكذا النشاط الثاني اقرأ ثم ما أجب أولا الذكاء اللغوي ما تعرفه هو أن يمتلك الفرد القدرة على توظيف مهاراته اللغوية والذين يمتلكون الذكاء اللغوي يجيدون الكتابة والتحدث والاستماع للآخرين ويكون لديهم القدرة على الإقناع ويفضلون اللعباء بالكلمات المتقاطعة وكتابة اليوميات اكتبونا يومياتهم نطوره بالقراءة والكتابة وتبادل أطراف الحديث والاستماع بهذه هي وسائل التطوير هات معنى يمتلك ما معنى كلمة يمتلك طبعا يمتلك هو أن يمتلك الفرد يعني يحوز والمضاد يفقد طيب أما مضاد القدرة فهي العجز 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 هكذا يبقى مضاد القدرة العجز لأن القدرة بمعنى الاستطاعة جمعوا الفرد الأفراد مفرد الآخرين الآخر هكذا بهذه المادة طبعا العجز هنا قمرية تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين الشخص الذكي الشخص الذكي لغويا يجيد ماذا يجيد الكتابة والتحدث والاستماع وأيضا الإقناع لبازم كل ما سبق من وسائل تطوير الذكاء اللغوي من وسائل تطويره هل الرسم أم الرياضة أم التأمل طبعا المحادثة المحادثة يعني تبادل أطراف الحديث مع الآخرين والاستماع إليهم ضع علامة صح وعلامة خطأ أصحاب الذكاء اللغوي لا يجيدون الاستماع للآخرين خطأ هم يجيدون الاستماع للآخرين الذكاء اللغوي مرتبط بالقدرة على فهم اللغة واستخدامها نعم الإجابة صحيحة هم مرتبط بالقدرة على فهم اللغة لأنهم يعتمدون على المهارات اللغوية فلابد من فهمها بعد ذلك ما مفهوم الذكاء اللغوي تعريفه هذا أن يمتلك الفرد القدرة على توظيف مهاراته اللغوية هذا هو التعريف استخرج من الفكرة اسما معرفا بأل كلمة الزكاء كلمة اللغوي معرفة بأل كذلك كلمة الفرد كلمة الكدرة وهكذا النشاط الثالث سادسا الذكاء الذاتي المقصود به ذكاء فهم الذات فهم الذات أي فهم النفس ولدى هؤلاء إحساس قوي بأنفسهم ورغباتهم واحتياجاتهم لديهم وعي وفهم لمختلف المشاعر لمختلف المشاعر معظمهم حالمون ويكتبون الشعر والنثر يجيدون التخطيط ووضع الأهداف يحبون التأمل يفكرون في حل المشكلات نطوره بماذا بالتأمل والتفكر ومعرفة المتعلم لقدراته وزيادة ثقته بنفسه هات من الفكرة معنى سلامة الإدراك سلامة الإدراك بهي معنى كلمة وعي هو يريد هات من الفكرة بإذن الوعي معناه سلامة الإدراك طيب مضاد ضعيف مضاد ضعيف هو قوي جمع احتياج احتياجات مفرد الذوات الذات ضع علامة صح علامة خطأ الذكاء الذاتي مرتبط بالتعاون مع الآخرين خطأ لأنه يقصد به فهم الذات يعني أكثر من التعاون مع الآخرين إذن الإجابة هنا خطأ لأنه مرتبط بفهم الذات أكثر من الآخرين من وسائل تطوير من وسائل تطوير الذكاء الذاتي التفكر والتأمل صحيح إجابة صحيح أكمل الذكاء الذاتي هو الذكاء فهم الذات هذه الإجابة هو الذكاء فهم الذات ولدى أصحابه إحساس قوي بماذا بأنفسهم هذه الإجابة اكتبها بأنفسهم ورغباتهم واحتياجاتهم من أهم ما أهم ما أهم صفات الشخص صاحب الذكاء الذاتي ما أهم صفات هذا الشخص نقول أن لديهم إحساس قوي بأنفسهم ورغباتهم واحتياجاتهم أيضاً من صفاتهم لديهم وعي وفهم لمختلف المشاعر أيضاً من صفاتهم أنهم حالمون يكتبون الشعر والنثر أيضاً من صفاتهم أنهم يجيدون التخطيط ووضع الأهداف ويحبون خامساً يحبون التأمل وسادساً يفكرون في حل المشكلات هذه الصفات اكتب بعضها وكيف يطور هذا النوع من الذكاء بالتأمل والتفكر ومعرفة المتعلم لقدراته وأيضاً بزيادة ثقته بنفسه اذكر معنى ذكاء في كل جملة مما يلي ذكاء الإنسان ما معنى ذكاء الإنسان من الذكاء وهو سرعة الفهم إذن ذكاء الإنسان يعني سرعى فهمه فالذكاء هو كما قلنا القدرة على الفهم والاستمتاج والتحليل والتمييز وهكذا أما عندما يقال ذكت رائحة المسك ما معنى ذكت رائحة المسك؟ يعني فاحت وانتشرت فاحت وانتشرت رائحة المسك فاحت وانتشرت رائحته وعندما يقال ذكت الشمس ذكت الشمس يعني اشتدت حرارتها اشتدت حرارة الشمس وأيضا عندما يقال ذكت النار ذكت النار يعني اشتدى لهيبها اشتدى لهيب النار لهيبها وأيضا عندما يقال ذكى الشاه ذكى فلان الشاه يعني ذبحها إذن هذه الكلمات تختلف معناها بحسب السياق ننتقل إلى النشاط الرابع اقرأ ثم أجب سابعا الذكاء البصري المكاني يتمثل في قدرة صاحبه على إدراك المكان والشكل والفراغ ويتميز المهندسون المعماريون بهذا النوع من الذكاء لديهم هذا الذكاء أكثر من غيرهم نطوره بماذا؟ بالألعاب الإكترونية وأيضا التي هي ذات الأبعاد الثلاثية وأيضا ألعاب الفك والتركيب واستخدام الخرائط والمخططات البصرية كالرسوم البيانية وأيضا ممارسة الفنون التشكيلية بعد أن تأكدت من أنك ذكي لا تكتفي بذلك بل اشتهد في تطوير ذكائك وابحث لك عن ذكاء آخر ونمه لفعل أمر لتحقق حلمك وتحرز النجاح الذي تتمناه لك ولبلدك ما معنى إدراك؟ الإدراك هو الفهم والتمييز معنى كلمة الإيه؟ الإدراك طيب مضاد النجاح ما مضاد النجاح؟ هو الفشل جمع المكان جمع المكان أمكنة وأماكن إذن الأولى والثانية الأولى والثانية ضع علامة صح وعلامة خطأ المهندسون المعماريون يمتلكون ذكاء بصريا مكانيا نعم إجابة صحيحة هم يمتلكونه أكثر من غيرهم الذكاء البصري المكاني يتمثل في القدرة على الرسم والتروين خطأ بل يتمثل في القدرة على ماذا كما قلنا أنه يدرك المكان والشكل والفراغ إلى آخر ما ذكرناه اذكر نوعين آخرين من أنواعي الذكاء نقول مثلا الذكاء اللغوي الذكاء الحركي والذكاء الموسيقي والذكاء الاجتماعي وهكذا هناك سبعة أنواع من الزكاء وهناك الزكاء المنطقي أو الرياضي والذكاء الذاتي بالإضافة إلى الزكاء الذي معناه وهو البصري المكاني ما النصيحة التي توجهها لكل من يمتلك ذكاء كل من يمتلك ذكاء أقول له لا تكتفي بذلك بل اجتهد في تطوير ذكائك وابحث لك عن ذكاء آخر ونميه لتحقق حلمك وتحرز النجاح الذي تتمناه لك ولبلدك بإذن أنصحه بذلك أنه لا يكتفي بالذكاء الذي لديه بل يطوره ويبحث عن ذكاء آخر وينميه استخرج طبعا يعني من هذه الفكرة ضميرا متصلا ضمير متصل يعني غير مستقل بنفسه مثلا من الضمائر المتصلة طبعا هذه هي تاء مربوطة وليست هاء نحن نبحث عن مثلا الهاء هذه الهاء إذن الضمير المتصل في كلمة الهاء في كلمة صاحبه تكتب الهاء في كلمة صاحبه هذه هاء هاء الغيبة هي ضمير متصل طيب اسما موصولا يريد اسما موصولا مثلا نقول من هذه الفكرة نبحث عن الذي والتي والذان والتان وهكذا يقول وتحرز النجاح الذي إذن من الأسماء الموصولة هنا الذي بعد ذلك استخرج اسم إشارة للبعيد طبعا في قوله ذلك لا تكتفي بذلك يبقى ذلك هو اسم إشارة للبعيد طيب يريد بعد ذلك اسم إشارة للقريب يتميز المهندسون المعماليون بهذا هذا النوع يبقى إذن هذا اسم إشارة للقريب وقد شرحنا أيضا الأسماء الموصولة وقلنا أن منها الذي والتي والذان والتان والذين والات واللائ وإذن شرحنا الأسماء أسماء الإشارة ومنها هذا وهذه وهذان وهتان وهؤلاء وهذه تدل على القريب أما الذي تدل على البعيد فهي ذلك وتلك وأولئك تابع معي حل تطبيقات الأضواء المتحررة على النص المعلوماتي وفي الختام شكرا لك على حسن المتابعة ولا تنسى الاشتراك بالقناة وأيضا تفعيل الجرس والإعجاب بهذا الفيديو واكتب لنا رأيك فيه تحت هذا الفيديو في الأسفل وأيضا لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك شكرا لكم شكرا